بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة تم اللساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم إبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رحمة الرحمن أخواني نبدأ إن شاء الله في الورد بروس طبعا عنوان الموقع هو www.wordpress.com الورد بروس هو يعطيكم مدونات طبعا بإمكانكم أن تسجلون وتشوفون المدونات طبعا أنا ما رح أدخل الحين على المدونات تحديدا أنا رح أدخل على القسم الثاني اللي هو الأساسي من الورد بروس اللي هو شنو اللي هو الوебسايت فرح أدخل على www.wordpress.org اللي هو الورجنزيشن طبعا الخاصة في الورد بروس فبعد ما تدخلون على الورجنزيشن للورد بروس اليوم اللي هو الآخر نسخة واللي رح نستخدمها إن شاء الله احنا شهر سابعة الحين 26 سابعة 2012 اللي هو 3.4.1 طبعا إذا أنت تعلمت على النسخة النسخ الجاي رح تكون أسهل في ملاحظة هنا يقول لك wordpress is also available in Arabic أو العربية الأمر راجع لكم تابعون تأخذون النسخة الإنجليزية أو تابعون تأخذون النسخة العربية من الورد بروس فأنا فتحت الحين موقع الورد بروس العربي أيضا رح تلقون نفس النسخة 3.4.1 تقدرون تعملون لها داونلود في موقع وورد بروس المعرب ولكن أنا أفضل أني أنا أبدأ باللغة الإنجليزية لسبب معين هو أن أنتوا تأخذون المصطلحات الصحيحة هذا ما يمنع أن أنتوا تستخدمون العربية ولكن أنا متأكد إذا أنتوا تبعتوا الأرشادات اللي أنا راح إن شاء الله أقولها في هذه الدورة راح تكون بسيطة بالنسبة لكم وأيضا أتوقع أن راح تستفيدون مصطلحات جديدة في نظام الورد بروس باللغة الإنجليزية فأنا راح أضغط على زر الداونلود الحين يقول لي اضغط على الداونلود طيب طلعت لي هذه الصفحة يقول لي إذا تبي تنزل آخر نسخة داونلود وورد بروس طبعا إذا تحبون تحطون إيميلكم راح يعطيكم أبديت عن أي معلومات جديدة في الموقع فأنا راح أضغط على داونلود وورد بروس يقول لي إذا تبي تخزنها نعم خزنها خل الملف ينزل ويأخذ وقته في التنزيل طيب خلونا نستغل وقت الداونلود ونتكلم في بعض الأشياء الأخرى اللي نحتاجها في نظام الورد بروس طبعا هذا ملف الورد بروس نزل قبل أن أتكلم عن الورد بروس راح أحتاج أيضا من ضمن الأشياء الثانية اللي راح أنزلها راح أحتاج أباتشي سيرفر راح أشرح لكم إيش الأباتشي سيرفر ترجمة نانسي قنقر